السلام عليكم كيف الحال واش اخباركم واش علومكم طيبين انا بقصل كل يوم قصة واسمعوها وشوفوا اللي ما يرحمون والديهم ولا يحسون بولديهم ويردون على والديهم بلى هم ما حسوا ان ما ما فرق الولدي انا كنت صغيرة عمري سنتين وخمسة شهور توفت امه يا الله يرحمها واخوي دمني عمر سنة وثلاثة شهر وعشنا عنده بوي الله يرحم وعشنا عيشة عيشة ما حدي عيشة ابدا يتيمين ضعيفين بوي يروح عنده شغال ما يدري وش حصل علينا يجي شوفنا نايمين ما يدري كلنا ما كلنا لبسنا ما لبسنا ما ما يدري وش يدري وتجي جدك يلا يرحمها اللبوية قالت انا طالبتك اباخذها لاطفال وحفظهم عن البرد وعن الدود وعن الجوع هاكا الوقت الدود يأكله لاطفال يحس بذنيهم ويسدد اسمعهم ويأكلهم الدود هاكا الوقت يأكله الناس وبحفظهم لك عن البرد وعن الدود وعن وعن وبوي ما الله وفقه أي خلنا نعيش عند حرمته وشفنا الويل الدود كلنا يحس بذنينا يحس بسمعنا يحس حالتنا حالة وعش نعيشها الله اكبر قالنا نشوف عيال ابويا يعني اخواننا من ابونا ماهو زينا عندهم مهم يلبسون يأكلون يدومهم زينا ما فيهم مشق المشق والشوك الحين اليدين ما يجي جفاف ما فيه وزلين هك الوقت ما فيه شي جفاف يصبنا اليدين والرجلين من الدم كان وقت اشتاهم كان وقت قيض حالة والدود والله انه يمشي مع الراس يحس بذنينا حالتنا حالة جوع يبغنا شي طقونا البرعان انا قاعدنا صيح انا شفت اخوي يطق احد قاعدت اصيح لو ما حتطقني بس اني يشوف اخوي يطقوني او واحد ينزري هاو شي قاعد اصيح انا هناك ما حد يقول لو ما حتضربني اصيح بس مني ما اشوف اخوي ايشنا 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 يمكن يا عمري عشر سنين الله يسامح ببوي زوجني زوجني رجال كبير الرجال وراني نجوم القائلة وراني الويد وراني الغربيل ورعه ما عارف شي رجال كبير رجال جلف وكل شي قربيل الدنيا مرتني الحين انا تعبر بالبنات اللي ما يسمع انكلم امهاتهن ولا يقوير الدن على امهاتهن وما تقول يا ميتي اللي خليت لي ما تحسب لهم بعدين ولدت جني ايال وجني بنات وجني خير الحمد لله بس لا الحين وانا حاسة حاسة لا هنفقد دمي لا الحين بعدين انا اكست اكست ما فقدت على نفسي بناتي اي شي يفن سمي يمه خذي يمه خجي بي يمه محفي عليهم شي اعلم بلي بصدري اخلين يلحق كيف لما يلق حاجة تصيح اموت عشان انا فاق دو الحين اشوف بنات الله يهدي هن امهن قال امهن قال اني ساع امهن ما يحس لها بحنان عشان قال حسيت بالغربي حسيت تعبرا يعني خذوا العبرة البنات اللي اصطار الحين البنات الشبات البنات اللي محس بحنان امهات هن ما تدرين انت وش حق قال قال امه امر عظيم انا عمري الحين استمع انسان وحاس بفرق امه لها الحين حاس بكل شي حاس في الحين انا ارسله نصيحة للبنات اللي ميسمع انكلام امهات للبنات اللي خنزر انمهات بعيون للبنات اللي تقول امه هن قال النساء البنات اللي محس انمهم بالعطف الرحمة هذا اللي انا بغيت ملابس ملقيت بغيت اكل ملقيت البنات اللي كبري مع امهات مش طن شعور هن هكال وقت الكحل النعيون هذا وقت اول تلبس يجي العيد ثوب زين انا ما فيه ثوب ايد ما فيه نعال ما فيه شي ما فيه اشتاء ايد ما فيه ايد كله مثل البعض والحين هذه رسالة للبنات اللي ما يسمع انكلام الامهات البنات اللي محس انمهم بالرحمة البنات اللي الله يهديهن هذه نصيحة اللي امها عندها ولا تسمع كلام امها ترا يوم من الايام فقدت نمت ترا يوم من الايام تحسفه ترا يوم من الايام تصير نم ترا يوم من الايام ممر امتي بمره ترا يا الام والله ي optimum والله ي قال لو عنده ما القرون او عنده سعادة الدنيا وامة ما هي عنده لا يمكن تمره السعادة ولا يمكن تجيت يا بنا تألم قلم قلم والله العظيم ما يحسب لهم إلا فقدها والله ما يحسب لهم والله فقدها يا بنات أهدكنا الله فتح الله على قلوب كل أمهاتك اسمعنا الكلام وهذه نصيحة المنسمعها يرسلها لليه يحب لعله إن شاء الله يعتبر ويفتهم ويسمع ويرى ترى الأمهات غير ترى الأم غير ترى بيتا ما بهم قعابة ومرض بس لا حد يدري ولا حد يسمع ولا حد يفهم الناس بغيبوبة إلا من فقد أمه يموت ويولد ويأجز ويكبر وهو بحسرة فقد أمه والله يا بناتنا الحمد لله يعني فقدت أمي وأنا صغيرة فقدتها ولاها الحين وأنا فقدتها يعني جاني عيال وجاني بنات بس ثم يفقدتها لا الحين ما أشوفهم يجي هميل أو عيل من ذرياتها إلا أألة تندم على أمه وتحسر على أمه ولا يحس بفقد أمه إلا فقدها هذه نصيحة لله وصل الله بسميها الحسنة وصفاتها العلاء تجعل من سماعها أو تباعها إنه يفتح الله على قلبه يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر